الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهل الليلة حالة الثلاثة النهاردة بالتأكيد عندنا فيها تفاصيل وعندنا فيها فقرات مختلفة ومتنوعة النهاردة بالتأكيد عندنا فيها ثلاث فقرات كل فقرة بالتأكيد فيها موضوع مهم جدا لأنه خلاص ابتدت العجلة الدور في أوروبا بخصوص عودة النشاط بخصوص عودة الدوري إزاي الدورة هيستانف إزاي التدريبات هيتم استينافها من قبل الأندية خلال الفترة الجاية القرار الجريء للاتحاد الألماني لكرة القدم باستيناف الدوري يوم 9 مايو بعد الاتفاق على كل التدابير الاحترازية خلال الفترة القادمة لذلك هنحاول نلقى الدوء على هذه الجزئية في بعض الأفقار اللي هنترحى مع ضيوفنا النهاردة في برنامج الأهل الليلة الفقرة الحوارية الأولى هيكون معنا النقد الرياضي والكاتب الصحفي على الأستاذ أحمد عويس وكمان هنتطرق لفكرة موضوع تقليص عرض اللاعبين الأجانب الأفقار اللي ممكن تكون مطروحة للموسم القادم في ظل أن الموسم الحالي لم ينتهي ولم يعرف أمره خلال الفترة القادم الفقرة الحوارية الثانية هيكون معنا النهاردة رئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد وهنتكلم معاه على فكرة إزاي نقدر نوصل الرياضة لكل بيت وإزاي ممكن نستفيد بالمبادرة اللي تراحتها أخبار الرياضة في فكرة التوأمة أو التعاون المشترك اللي هيتم بين وزارة الانتاج الحربي مع وزارة الشباب والرياضة في كيفية تصنيع أجهزة رياضية ووصولها لكل البيوت المصرية خلال الفترة اللي جاي هذه الأجهزة إزاي ممكن يستفيد بيها الشخصية أو الشخص اللي يحب يمارس الرياضة كوسيلة احترافية أو حتى كهواية أو حتى إزاي الإنسان العادي أو الشعب المصري ممكن يستغل الفترة الحالية نتيجة توقف النشاط ونتيجة توقف الحياة في بعض المناحي وفي بعض الظروف في أنه ممكن يستخدم الرياضة ويستغل الرياضة في الفترة القادمة قدامكم حتى هي المبادرة اللي كانت نشرت طبعا من خلال مجلة أخبار الرياضة والفكرة في حد ذاتها قبل أن تصدق العضلات والمضارب والحديد إجهاز رياضي في كل بيت مصري ولو بالتقصيد فكرة بالتأكيد عن نقشها مع الأستاذ كريم سعيد وكمان هنتكلم معاه على فكرة استناف الدوري الألماني الناس وأوروبا بتفكر إزاي الطبيب النفسي إزاي في التوقيت الحالي أصبح مهم جدا لدى كل صنيعي القرار في أوروبا من أجل استناف الدوريات وإزاي البعض يتأقلم على فكرة أن الدوريات تستعنف وتلعب بدون حضور جماهير الفكرة الحوارية السلسة والأخيرة فكرة التاريخ فكرة الزكريات هنفتح كتاب التاريخ والزكريات وفرصة عظيمة النهاردة بالنسبة لنا في الأهل الليلة وإحنا بنفتح الكتاب وبنتكلم عن التاريخ والافتتاح والتأسيس يوم الجمعة القادم 24 إبريل 2020 تأسيس النادي الآلي في هذا التاريخ ولكن قبل 113 سنة هنتكلم في هذه الجزئيات وهنتكلم أيضا كمان على إمتى الرياضة والكورة تحديدا دخلت النادي الآلي ومن هو أول فريق جماعي للعبة كرة القادم داخل النادي الآلي في السنوات السابقة كل ده يكون معنا في الفقرة التالتة اللي شرفنا ونورنا فيها الأستاذ سعيد وهبة والأستاذ محمد مصطفى لكن عندي موضوعين مهمين جدا في فقرة الإنترو الجزئي الأولينية متعلقة بقرارات مجلس الإدارة واجتماع مجلس الإدارة النهاردة بالتأكيد مجلس إدارة مهم جدا برئاسة الكابتن محمود الخطيب عنده اجتماع أو كان عنده اجتماع النهاردة بعد العصر اجتماع بالفيديو كونفرنس مع كل أعضاء مجلس الإدارة لبحث الملفات في الفترة القادمة بحث الخريطة اللي ممكن يتم العمل عليها في الفترة القادمة من قبل مجلس الإدارة كيفية التعامل مع الأزمة الرهنة في مسألة توقف النشاط في مسألة استيناف الدوريات خلال الفترة القادمة ملفات نالية ملفات إدارية في تفاصيل كثيرة بالتأكيد عن تبعها ونوليكم بالتأكيد بتفاصيلها حتى لو بعد برنامج الأهل الليلة كان عاكون معاكم إن شاء الله النهاردة في متابعة هذا الاجتماع الهام بالنسبة للمرحلة الجاية وكان النادي الأهلي لازم نأكد على ده كان للصبق والانفراط في مسألة الاجتماع بكل أعضاء مجلس الإدارة عبر فيديو كونفرنس ومن خلاله بالتأكيد بتنفذ التدابير والأمور اللي بتأكيد توجهات الدولة في الفترة الحالية من أجل التباعد الاجتماعي لكن في نفس الوقت تقدر تشتغل وتشوف نشاطك في الفترة الجاية وإزاي تشتغل على فكرة إزاي الفترة الجاية نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسار سواء الفنية أو حتى المالية اجتماع مهم عن تبعكم بالتأكيد النهاردة سواء في البرنامج أو بعد البرنامج بالتأكيد لمتابعة هذا الاجتماع اللي إن شاء الله بإذن الله يكون فيه قرارات مهمة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية ومتابعة الفترة القادمة في ظل توقف نشاط وأمور صعبة جدا بيمر بيها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا لكن كمان عندي جزئة مهمة جدا ولازم أختم بيها فقرة الإنترو اللي نعيبقى هو ده حدثنا في الحلقة النهاردة وعن نتناقش فيه ما هضيفنا في حلقة النهاردة وقع فكرة إزاي نستأنف النشاط الرياضي أو إزاي الاتحادات المحلية تستفيد بالتوصيات اللي خرجت من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عشان تشوف أفضل الحلول وأفضل السيناريوهات عشان تشتغل عليها عشان في النهاية النشاط ما يتوقفش فترة أطول ولما يرجع ما يكونش فيه خسائر كبيرة لأن في النهاية هي صناعة الصناعة دي بتجيب مداخيل مالية وجزء من اقتصاد دول فبالتالي كرة القدم تحديدا ليست رفاهية أو ليست لعبة أو مباريات بتتلعب من أجل حالة معنوية بتحول تلعب كرة وخلاص لا صناعة مهمة جدا وصناعة كبيرة جدا وفي ظل ما فيه أندية كثيرة بتحول تدي من صحات أطول لكي تستعد إذا النشاط تم استنافه لا إحنا هنلقي الدوق على مثالين لا هنتكلم عن الدور الألماني اللي حد التسع مايو ولا الدور الإيطالي ولا الدور الإنجليزي والأطرحات اللي خلاص الناس اتفقت عليها بل بالعكس ذهبوا كمان إزاي التدريب ممكن اللعيبة تشتغل عليه الفترة الجاية سواسية لكل الأندية مش كل نادي يعمل تدريبات مختلفة عن نادي الآخر لا سواسية على كل الأندية فبالتالي فكرة استناف الدوريات خلاص ده أمر اتنية جبال أكتر من شهر والناس خلصت الفكرة دي تدت الناس تتكلم إزاي تستانف التدريبات بس في نفس الوقت التدابير احترازية وبتوجهات منظمة الصحة العالمية عشان ما يكونش فيه لقدر الله إصابات أو حد يتعرض لموضوع فيروس كورونا بعد ما تستانف الددريبات والمباريات لكن أنا قلت مش هتكلم على الدوريات الأوروبية وإيه اللي تنم منقشته لكن أنا هدي مثل لاتحاد القرى واللجنة الخماسية باتحادين موجودين معنا في القرى الإفريقية إزاي فكروا في دعم أنديتهم إزاي فكروا في خريطة المرحلة اللي جاية هبدأ الأول بالاتحاد التنسي لكرة القضاء اجتماع تم وقرارات تم إعلانها منذ أسبوعين احنا نقشناها واتكلمنا فيها لكن مهم نطلع القرارات دي على الشاشة لناس عشان تبع عرفة أن القرارات اتخذت من فترة فميحتاجين في اتحاد القرى خلال الساعات الجاية يتم الأخذ بهذه السيناريوهات عشان بسرعة الناس تبقى تشتغل أنت بتتكلم في الاتحاد اجتمع بخصوص الرابطة المحترفة الأولى وأيضاً كمان بتتكلم في القسم التاني اللي هو الممتاز به عندنا الاتحاد التنسي قال الأولوية الصحية تأتي في المقام الأول لكن لازم نتخذ قرارات في الفترة اللي جاية عدم اعتماد السنة الحالية كإيقاف للنشاط خلاص مفيش حاجة اسمها إيقاف للنشاط في الفترة الحالية ولازم البطولة تستأنف تاني حاجة استيناف البطولة بعد الاتفاق مع السلطات العمومية من أجل مواصلة كل الجوالات المتبقية في الرزنامة كمان لو النشاط استمر لبعد تلاتين ستة عشرين عشرين عندنا إجراءات وتتبير لازم نتخذها أولها نمدد عقود اللاعبين المحترفين لغاية انتهاء البطولة في تاريخها الجديد اللي لسه طبعا هيتم بإعلانه الفترة الجاية على الآن يتجاوز ذلك تلاتين نوفمبر يعني عقد اللاعب اللي هينتهي تلاتين ستة لا مستمر معنادي القديم لغاية تلاتين حداشر لو لسه المسلم مستمر لغاية شهر تناشر فبيأمن اللاعب بعقده القديم على الأقل خمس شهور فترة الانتقالات الخاصة اللي هي الصيفية في سبعة وتمانية وتسعة تم تأجيلها للمسلم القادم يعني موعيد القيد الاتحاد التونسي خد قرار فيه بتأجيلها تعليق مفعول سراين العقود والاتفيات الجديدة التي وقع أمضاها إلى التاريخ الجديد وبالتالي في صورة حصول تداخل بين العقد القديم والعقد الجديد الأولوية للعقد الأول والقديم مع الفريق مبدئيا الاتحاد التونسي ده في الورقة التانية تم تحديد أواخر شهر مايو لاستئناف نشاط البطولة على أن يتم السمح بذلك من قبل السلطات المعناية بعد الاتفاق معها على أن يتم منح ثلاث أسابيع فقط لكل الأندية لإجراء التحضيرات اللازمة لاستئناف التدريبات الجماعية واستئناف التدريبات خلال الفترة اللي جاية بعد ترخيص من السلطات المعنية كمان هيتم تقديم طلب للسلطات المعنية للسمح للأندية باستئناف التدريبات في أقرب وقت من خلال مجموعات كل مجموعة بعد ضم خمس أو ست لعبين في أوقات مختلفة وفي النهاية الاتحاد التونسي على تواصل مباشر من خلال أعضاؤه ومختلف هياكله ودوائره على زم كل الأندية المشاركة في الربطة المحترفة الأولى والثانية ده قرارات مهمة الجامعة التونسية بتاخدها عشان تشوف المرحلة الجاية بالنسبة لأندياتها فبالتالي مفيش هولد الناس من الساكتة الناس بتشتغل خدت توصيات الفيفا واشتغلت عليها طيب نشوف الاتحاد الكاميروني الاتحاد الكاميروني بقى كمان بتتكلم في قيام مالية أقل من الدور المصر قوة ومستوى أقل من الدور المصر لكن الاتحاد الكاميروني من خلال بيانه الرسمي الاتحاد الافريقي نشره وقال الاتحاد الكاميروني اتخذ عدة إجراءات أهم إجراءات اتخذها الاتحاد الكاميروني مش تستناف النشاط لا فكر إزاي الاتحاد يدعم الأندية سواء أنديات الدرجة الأولى أو أنديات الدرجة الثانية أو كمان دوري كرة القدم للسيدات في الكاميرون احنا معنا الصورة اعتقد لو ممكن تكون معنا على الشاشة عشان الناس تبقى عارفة البيانات الرسمية طلحت ازاي والكاف نفسه كان سعيد بقرار زي ده من الاتحاد الكاميرون قدامك هو على الشاشة من الاتحاد الكاميرون بيعلن قبل فكرة ازاي هيشوف الدور يرجع خد قرارات بتدعمات مالية للاندية اللي بتلعب في الدور الممتاز ودور الدرجة التانية ودور قرة القدم للسيدات تبتتكلم في الدور الممتاز في اندية بتلعب في بطولات افريقية كبيرة كانوا نيا ويندي ده من الاندية العملاقة والاندية الكبيرة في البطولات الافريقية فالاتحاد الكاميروني يشتغل على الدعم المالي للاندية انا ضربت المسالين دول ما روحتش لامثلة اوروبا اللي بنتكلم فيها بقى نقطة من اربعين يوم لكن روحت الامثلة بسيطة الاتحاد التونسي والاتحاد الكاميروني اتمنى من الاتحاد المصري خلال الفترة اللي جاية او خلال الساعات الجاية واللجنة الخماسية يكون لها قرار سريع وسيناريوهات معلنة لكل الاندية ولكل وسائل الاعلام اكتفي بهذا القدر من الفقرة الانترو والاخبار وازهب الى فاصل وبعد الفاصل نناقش بقى التفاصيل دي كلها مع ناقضنا الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد اويس ولكن بعد الفاصل